اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صادر الاقلام نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في اهم العلاوي على موقع الهيئة نت انفجار يستهدف رتلا لشركة امريكية على الطريق الدولية في ذيقار على المدى الحكومة تنوي مخاطبة رئيس الجمهورية للمباشرة باجراءات حل البرلمان وعلى القدس العربي العراق يتجه الى اجراء مباحثات مع تركيا بشأن مياه دجلة والفرات وعلى العربي الجديد بيروت تستفيق على فاجعة المرفأ عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمار الواسع اندبنتينت عربية ترامب مسؤولون عسكريون يعتقدون ان انفجار بيروت ناتج عن قنبلة الشرق الاوسط اليمن يرفض مساعي الحوتين لتجزئة اتفاق عمان بشان الاسراء الخليج الاماراتية نتنياغو يرهن تنفيذ خطة الضم بموافقة البيت الابيض اهلا بكم من جديد صحيفة البصائر في ظرف الشاذ وعانت من تجربة صعبة وسعت الى نصرة مظلوم وكشف ستر قاتل وسارق ونهب فالامر يتجاوز كل ما تقدم من معاني ويجعل رحلة المعاناة صناعة لحياة حقيقية وسعيا لبلوغ هدف يستحق ذلك هكذا كانت البصائر طوال عمرها الممتد على مدى السنوات السبع عشر الماضية ولا سيما في اعوام المنازلة الاولى والمصاولة مع الاحتلال وعربات التسوق التي كان يدفعها هنا وهناك في اوساط الاعلاميين المحلي والخارجي ويغدق عليها العطايا ويوفر لها العروض ويمنحها كل فرص الترويج الممكنة فشتان بين صحف مروجة للاحتلال ومشروعه او مهادنة له او ساكتة على باطله وغافلة او مغلفة لحق اهلها وصدق قضيتهم وبين صحيفة لم تسكت ولم تهادن ولم تروج بل فعلت خلاف ذلك تماما وبطريقة غير مواربة واسلوب مباشر ظنها بعضهم في بداية الامر اندفاعا غير مبرر او جهلا بمجريات الامور وعزاها غيرهم الى العاطفة المجردة والشبابية المندفعة وهكذا كانت البصائر مبصرة منذ معاناة ولاداتها بلا حول ولا طول ولا قوة ساندة وبصيرة بواقعها ومآلاتها ومستبصرة لما سيكون وثاقبة النظر هي وصناعها وغالب كتابها بما ستنتهي اليه حبائل الاحتلال المسمى العملية السياسية وقد مرت عليها ادوار عدة فتحت ابوابها لمن كتب فيها مؤمنا بفكرتها او ببعض فكرتها ثم ازور عنها لرأي بدى له او فكرة اعتنقها او شبهة انطلت عليه فحاد عن سياقها وولج مجاهل ما كان يحذر منه وانتهى اخيرا الى منزلة من يستعين به المسوقون هنا او هنالك ويقتتم دكتور مثنى الضاري بالقول ان صحيفة البصائر تنضي وهم يتراجعون وتتقدم ويتساقطون وتطاول حينما يتعب يمل اخرون وتستمر مسيرتها منصة لفكر مناهب وخطابا مقاوما واعلانا عن مشروع ونافذة امل لشعب ورسالة طمأنينة لامة ومتنفسا لاصوات ومعاني وطنية وارشيفا لتاريخ وجهاد وقاعدة معلومات لحقوق وانتهاكات وذكرى متجددة في كل عام تقمع رؤوسا ادمنت الخضوعة ورقابا استكانت لمبررات الداخل وذرائع الخارج اكثر المحطات الى من في حياة العراقيين قبل ابتلائهم بالقتلة والطائفين بعد العام 2003 ما واجهوهم من مشروع امريكي اختار بلدهم ليكون قاعدة مثالية في قيادة النظام العالمي الجديد بعد ان هيمنى على الادارة الامريكية كبار منظري اليمين المتشدد في ظل حكم جورج بوش الابن الذي قاد غزو العراق تطبيقا لنظرية الصدمة والرعب هذا ما اشعر اليه ماجد السام الرائي في مقاله بصحيفة العرب اللندنية نطالع ما شغل عقول زعماء الشر الامريكان هو كيفية استثمار فرص اضعاف العراق بعد امتلاكه لجيش قوي بالتسليح سوفيتي وثروة وتنمية واعيدة وشعب متماسك فتشاركت قوى اليمين الامريكي مع زعيم النظام الايراني الخميني في العمل على اطالة زمن الحرب العراقية الايرانية من عام ثمانين وتسعمائة والف الى عام ثمانية وثمانين وتسعمائة والف التي عمل العراق على وقفها منذ عام ثمانين وتسعمائة والف كانت عاصفة الصحراء ليلة السابع عشر من يناير عام واحد وتسعين وتسعمائة والف تدريبا دمويا لما حصل بعدها في مارس الفين وثلاثة كانت واقعة الحادي عشر من سبتمبر الفين وواحد الفرصة الذهبية لتنفيذ مشروع الصدمة والترويع داخل مكاتب زعيمي اليمين رامسفلد وكولين باول الذي أعجب بالمشروع حين قدمه له ضابط البحرية هارلون أولمان الذي كشف للصحافة الأمريكية في الأيام الأولى للاجتياح العسكري عن إعداده ومجموعة من الجنود الذين شاركوا في حرب عاصفة الصحراء عام واحد وتسعين وتسعمائة والف لإحداث الصدمة في صفوف الجنود والشعب العراقي بتنفيذ موجات القتل الجماعي والتعذيب في السجون من قبل مرتزقة الحرب الوسخة في كولومبيا وجنوب أفريقيا والشيلي وفضيحة أبو غريب مثال واحد من مئات الأمثلة وقد اكتسبت الأدوات الإيرانية داخل الأجهزة الأمنية وخارجها تلك الخبرات لتواصل مشروع الرعب بحق العراقيين بشكل وقح الكاتب يرى أن الصدمة في ميدانها العسكري حققت نتائجها في تدمير دولة العراق وبنيته التحتية واستكمل بولبرامر سياسيا إقامة هيكل النظام الطائفي باستجلاب الجهلة والمغمورين فقط لأنهم رفعوا راية مظلومية الشيعة التي تبددت وانكشفت بعد أعوام على يد طلاع شباب ثورة تشرين التي أسست عناصر الردع للمشروعين الأمريكي والإيراني وشكلت مقدمات النهضة العراقية الجديدة طربت القوى السياسية والطائرات الدينية في العراق على نغمة الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحددها في حزيران من العام المقبل بل راحت تلك القوى والأحزاب والتيارات تتبارى في تقنيم عروض أبكر لهذه الانتخابات إياد الدليمي يرى في صحيفة العربي الجديد أن الانتخابات المبكرة لم تعد مطلب ثوار تشرين بقدر ما هي مطلب القوى السياسية والتيارات الدينية التي شعرت بأن الثورة سرقت منها امتيازات كثيرة وعرتها وكشفت سوءتها أمام الشعب العراقي لم تكن مطالب ثورة تشرين في الانتخابات المبكرة لعادة الوجوه والأحزاب نفسها إلى الواجهة السياسية وهي المسؤولة عما آل إليه وضع العراق بل كانت تلك المطالب الثورية تتمحور حول إقالة حكومة عادل عبد المهدي ثم تشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية تقود العراق إلى انتخابات مبكرة طالب الثوار بانتخابات نزيهة وحتى يتحقق هذا الشرط أكدوا أن على الحكومة المؤقتة أن تسن قانونا للانتخابات يمكن للعراقي أن يوصل الشخص الذي يريده إلى البرلمان لا الشخص الذي يختاره الحزب أو الكتلة وطلب متظاهر تشرين بحصر السلاح بيد الدولة لأنه لا يمكن لأي انتخابات أن تجري تحت ترهيب سلاح الميليشيات وتهديده بل الأكثر من ذلك طالب ثورة تشرين بمنع ترشيح أي شخصية شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 كون تلك الشخصيات وأحزابها هي المسؤولة عن الفساد والطائفية وتفشي القتل لا شيء حققه مصطفى الكاظم من هذه الشروط حتى يقفز إلى الانتخابات المبكرة كيف للعراقيين أن يعودوا إلى صناديق الاقتراع؟ والقوى والأحزاب والشخصيات المتنافسة هي ذاتها التي تتصدر العملية السياسية منذ 2003 كيف لهم أن ينتخبوا شخصية جديدة ونزيهة بعيدة عن المحاصصة والطائفية والحزبية وكل ما سيرشح سيكون مهددا من هذه القوى الكاتب يرى أن العراقيين يدركون جيدا أن كل مولود من رحم هذه العملية السياسية سيكون مشوها ولو يعبروا عن تطلعاتهم فهم لا يريدون انتخابات تكملية تستعيد فيها القوى الحاكمة بعض ما خسرته من جراء الثورة وبالتالي الدعوة إلى انتخابات مبكرة من دون استفاء حدها الأدنى من شروط المتضاكرين ما هي إلا فخ نصبته أطراف العملية السياسية وتنفذه بقصد أو من غير قصد قال موقع بلومبرغ الإخبارين الانتخابات المبكرة في العراق لن تنقذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولن تمنحه التفيض الذي يريده وعضف الموقع في تقرير كتبه وبيغوش إن أفضل نجاحا للكاظمي الذي أصبح رئيسا للوزراء في السابع من أيار الماضي بعد مفاوضات استمرت خمسة شهور هو أن يسقط سريعا ويرى الكاتب أن الطريقة الوحيدة لتنظيم السياسة العراقية هي مكنسة قوية من خلال تفويض شعبي الكاتب يقول إنه في الإسبوع الماضي دعا الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تعقد في حزيران المقبل أي قبل عام من موعدها ويضيف الكاتب أن الظروف العراقية قد تدهورت منذ تولي الكاظمي السلطة قبل ثلاثة أشهر متوقعا أنه سيجد صعوبة في إقناع العراقيين منحه تفويضا قويا وذكر الكاتب أن كل الأزمات التي ورثها الكاظمي تعقدت وتعمقت فوباء كورونا كان يثير الخوف عندما أقسم الكاظمي اليمين ولكنه زاد اليوم وأصبح رهيبا وأجبره على فرض إغلاق جديد وكذلك الاقتصاد العراقي أصبح أكثر ضعفا كما يشير الكاتب إلى أن الميليشيات التي تدعمها إيران أصبحت أكثر جرأة فيما يتجذر الفساد في لحمة السياسية العراقية لكنه أصاب كل ملمح من ملامح الحياة في البلاد وحتى الطقس كان أسوأ من ذي قبل إذ يواجه العراق أكثر مواسم الصيف حرارة حيث وصلت الحرارة الأسبوع الماضي إلى ثلاثة وخمسين درجة مئوية ويضيف الكاتب أن التظاهرات على عدم توفر الكهرباء عادت مجددا وتحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن وسقط فيها متظاهران الأثنين الماضي ويرى الكاتب أن الأشهر العشر القادمة تمثل تحديات ضخمة للكاظمي أولها إقناع البرلمان كي يوافق على موعد مبكر للانتخابات الكاتب يشير في ختام تقريره لأن هناك عددا كبيرا من النواب الذين لديهم مصلحة في استمرار النظام العاجز الحالي يرغبون بتأجيل هذه التغييرات وكذلك ستحاول إيران التي لديها مصلحة في الحفاظ على سيالة الأحزاب الموالية لها في العراق وبعبارات أخرى تريد أمريكا نهاية للنظام الطائفي لكن ليس لديها نفوذ على البرلمان وليس لدى رئيس الوزراء منظمة سياسية تدعمه ولا ميليشيا تأتمر بأمره غريب هو التوقيت الذي أخرجت فيه صحيفة القبس الكويتية تقريرها الذي تحدثت فيه عن أدلة تثبت أن العراق قد مارس ابتزازا سياسيا على الكويت لغرض الحصول على مساعدات مالية أو استثمارات كويتية داخل العراق ذلك لأنه لا يتوافق مع التوجهات الخليجية العلنية بالانفتاح على حكومة الكاظمي نظير كل ذلك حيث يرى الكاتب نظير الكندوري يتساءل في صحيفة القدس العربي هل يمثل هذا التقرير إذانا بتغيير في توجهات دول الخليج من حكومة الكاظمي نتابع من يراقب السياسة العراقية لفترة ما بعد الاحتلال عام 2003 فإن التهم التي وجهتها الصحيفة للعراق من الممكن أن تكون صحيحة ذلك لأن جميع الحكومات التي حكمت العراق خلال فترة السبع عشرة سنة الماضية كانت تعاني من انتشار واسع للفساد بين أعضائها إضافة إلى الفساد المنتشر بشكل مخيف في جهاز الدولة العراقية بشكل عام وجميعا نعلم القضية التي أثيرت حول بعض السياسيين العراقيين لقبولهم رشاوة من الجانب الكويتي لإعطاء شرعية لميناء بارك الذي من شأنه تضيق الممرات البحرية المتجهة إلى العراق وكذلك الوقوف أمام محاولات تخصيص أموال لإنجاز ميناء الفاو الكبير هذه الحادثة وغيرها من الحوادث لا تجعل المجتمع الدولي يثق بالمسؤولين العراقيين حينما يفكرون بتقديم المساعدات للعراق لأنهم يعرفون أنها لا تذهب إلى الأهداف التي رصدت لها تلك الأموال إنما تجد طريقها لجيوب أولئك المسؤولين الفاسدين ومن المستغرب أن يأتي هذا التصرف الكويتي عبر السماح لصحفه بنشر مثل هذه الأمور رغم علمهم بالفساد الذي يلف المنظومة السياسية العراقية منذ سنين طويلة فهل ياترى أن هذا التقرير هو محاولة لتبرير تنصلها من عهودها التي قطعتها هي ودول الخليج للولايات المتحدة بمساعدة العراق اقتصاديا في ظل حكومة الكاظمي الكاتب يرى أن ما جاء في صحيفة القبس الكويتية لم يكن عفويا أو سبقا صحفيا إنما هو تعبير عن توجهات الحكومة الكويتية ويمكننا القول أنه توجه خليجي عام إزاء العراق وهذا ما يفسر لنا لماذا تم إلغاء زيارة الكاظمي للسعودية وعلى ما يبدو أن هذه الزيارة ستتأخر وربما تتأخر كثيرا نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا قالت فيه إن الحياة في ولاية يجامو وكشمير التي تقع تحت حكم الهند أصبحت تمثل تحديا كبيرا ففي خمسة أو في الخامس عفوا من آب عام 2019 قامت نيو دالهي بإلغاء المادة 370 التي كانت تضمن مستوى من الحكم الذاتي للولاية وتم اعتقال ألاف الكشميريين بتهم غامضة وفرضت الحكومة حضرا صارما للتجول وأطول فترة قطع للإنترنت في العالم نتابع لم يجلب العام الماضي سوى المزيد من العنف والمستقبل المجهول فحتى خلال جائحة كورونا حيث توقفت كثير من الصراعات في أنحاء العالم واستدعوات للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي كثفت نيو دالهي من العمليات العسكرية في المنطقة حيث قامت بتوجيه ضربات ضد الكشميريين الذين يقاتلون من أجل حق تقرير المصير وترك العنف المتجدد العديد من الناس بلا مأوى وهي مأساة مضاعفة للعائلات التي تحاول حماية نفسها من فيروس كورونا وتم تدمير أكثر من خمسين بيتا أو إصابتها بأضرار بالغة على مدى العام الماضي ويقول السكان إن التكتيك في العادة يتضمن مضايقة للمواطنين العاديين الذين يتم تفتيشهم والتحقيق معهم وتفتيش بيوتهم بدون سبب وتحولت العملية التي تعلقت بقائد أحد التنظيمات إلى معركة حامية بين القوات الهندية والمقاتلين الكشميريين وبعد أيام من القتال كانت بقايا النار لا تزال موجودة ورائحة الدخان تم بعث من البنايات في منطقة ناوكادال أقدم مناطق سير ناجار وفي الأزقة الضيقة كانت تقوم العائلات بتنظيف القليل الذي استطاع استخراجه من بين الأنقاض وآخرين تركوا من غير أن يأخذوا شيئاً فقد دمرت بيوتهم بالكامل وتقتدم المجلة بالقول إن الشباب في ولاية جامو كشمير باتوا يواجهون تحديات كبيرة فنسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 70% والاقتتال الدائم يترك آثاره النفسية عليهم ومحسب أطباء بلا حدود فإن 1.8% من المليون أو 45% من الشعب يعانون من ضغط نفسي و70% شهدوا موتاً عنيفاً ومع غياب الفرص فإن التنظيمات المقاتلة تبدو خياراً جذاباً للشباب كشفت شركة فيجين جالكتيك عن تصميم طائرة ركاب أسرع من الصوت قادرة على الطيران بثلاثة أضعاف سرعة الصوت حيث يمكن أن تصل الطائرة من لندن إلى سيدني في خمس ساعات فقط أو إلى نيويورك في أقل من ساعتين وقالت صحيفة البيان الإماراتية أن شركة فيجين تعاونت مع صانع المحركات رولزويس للعمل على هذا المفهوم الذي لا يزال في المراحل الأولى وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة النفاثة ستحلق على ارتفاع ستين ألف قدم أي ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة متر وهو ارتفاع أعلى بكثير من ذلك الذي تصل إليه طائرات الركاب الحالية ولكن تتسع هذه الطائرة لعدد ركابين تراوحهما بين تسعة إلى تسعة عشر شخصاً فقط وأوضحت الصحيفة أن طائرة ماش ثري ستستهلف الطرق التجارية الحالية للمسافات الطويلة وستقلع وتخبط بشكل طبيعي في المطارات الحالية فلنشاهد الوجه الآخر لحرية التعبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء